أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي أنا اتكلت عليك في كل أحوالي بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم والدنيا بخير من أسرار ربنا في خلق الكون الأعجاز في الترتيب والتقدير كل شيء مخلوق بقدرته آية من صنعه تشهد على القدرة والتدبير خلق الإنسان وكرمه وداله القدرة على الإدراك والتفكير والقلوب بين إيديه يقلبها كما شاء قادر على التبديل والتغيير وكل عنده بحساب وقدر اتكتب في لوح محفوظ عند القدير أسرار اللوح المحفوظ وإيه المكتوب فيه ومين اللي اطلع عليه تفاصيل مهمة هنقولها لعرض ان شاء الله مع فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازي قعد واللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف فضلت الشيخ سلام عليك وأهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بسعبتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات أنا متأكدك هتبدأ النور يعني الموضوع جميل جدا جدا وأكيد كلنا بنبعزين نفهم ونعرف ونتخيل ونتصور المشهد عامل ازاي ايه واللوح المحفوظ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد كان الله عز وجل ولم ينشي لا سماوات ولا أرض ولا خلق ولا مخلوق ولا ملائكة ولا أي شي كان الله ولم يكن شي وكان عرشه على الماء على؟ الماء على الماء نعم ما فيش لأرض ولا سماء ولا أي شي فكان أول ما خلق الله عز وجل القلم وقال للقلم أكتب قال وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شي إلى يوم القيام فكتب القلم كل ما هو كائن وما سيكون من الآجال والأرزاق والخلائق والخليقة وكل شي في اللوح المحفوظ كتبه الله عز وجل اللوح المحفوظ ورد ذكره في سورة البروج في الآية رقم 22 قبلها آية رقم 21 قال الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في الآية 22 في لوح محفوظ اللوح الصحيفة اللي بنكتب عليها ورقة اسمها لوح خشبة اسمها لوح رخامة اسمها لوح جزع شجرة أو نخلة اسمها لوح فاللوح الصحيفة التي يكتب عليها شيء طب ليه تسمى بالمحفوظ قالوا لي أنه محفوظ من الزيادة ومن النقصان ومحفوظ من التبديل والتغيير ومحفوظ من الشياطين فهو ثابت لا يتغير طب أمر إذي أن الدعاء بيرد القضاء والقدر ما هو هنا بيبقى فيه تغيير حضرتك مستعجلة ماشي لا مش مستعجلة بس لازم شوفي ساتك هناك أشياء كتبت في لوح عند الله في علم الله وأشياء كتبت بصحف الملائكة تعلمها الملائكة لا فهمها لي المعلومة دي دي مهمة أوي يعني لا تتخيليها حلوة أوي ما في علم الله وما في صحف الله غير قابل للتغيير ولا للمحو والإثبات أما ما كتب في صحف الملائكة فهو عابل للمحو والتبديل يبقى الملائكة هي اللي اتطلعت نجي من الأول تاني نجي من الأول تاني ما أنا عارفة أن هي هيبقى فيها متها بس عشان نفهم قوية يعني حضرتك تقصد أن المكتوب عند الملائكة هو دا اللي اتطلعوا عليه تجي أسأل سعادتك سؤال أنا عارفة جاوب في كل أيوة جاوب طيب سعادتك أجل الإنسان عمره ورزقه وعمله اتكتب في اللوحة المحفوظ لا دي مفاجأة لا لا دا أنا تخيلت أنه هو دا اللي كتب لا دا ما عليكي وحضرتك عارفة الحديث بس سنبصنا من ناحية تاني كتب وأنا في بطن أمي لما بقى عند أربع شهور تمام يرسل مش هحنا بنقول كده الجنين في بطن أمه لما يبلغ أربع شهور يرسل الله الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه بأمر الله عز وجل ويكتب أربعة أشياء يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد إلا أربع دلي تكتبوا إمتى مش في اللوحة تكتبوا في صحف الملائكة فما في اللوحة يقبل تغيير ما في صحف الملائكة يقبل التغيير دي فكت الموضوع كله صح تمام وصلت دي معلومة مهمة جدا سبحانك يا رب جدا لازم أخلي بالي منها ما في علم الله وما في علم الملائكة ما في صحف الله وما في صحف الملائكة وكله بعلم الله وتقديره طيب اللي مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هو إيه اللي ما بيتغيرش اللي مكتوب هو في اللوحة المحفوظة واللوحة المحفوظ اسمه لوح محفوظ اسمه إمام مبين اسمه كتاب مبين اسمه كتاب اسمه أم الكتاب نعم أو كل ده في القرآن مثلا أم الكتاب قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده مش عند الملائكة وعنده أم الكتاب ده الآية تانية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في أم الكتاب لدينا يبقى اللوحة المحفوظة فين عند ربنا في أم الكتاب دايما الأم القائد تمام وهو الإمام المبين قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام من يقتدى به فالشيخ والعالم إمام لأنه يقتدي به الناس والكتاب الكبير الضخم العظيم إمام لأنه كتاب قدوة يقتدي به الناس فربنا بيقول لي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الكتاب المبين يبقى الكتاب المبين الإمام المبين أم الكتاب كتاب قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله دبأ مفاتح الغيب مفاتح الغيب قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما الشبر والبحر وما ثقت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلا فين في كتاب مبين اللي هو اللوح المحفوظ يبقى قلنا اسم اللوح المحفوظ اسم أم الكتاب اسم كتاب مبين اسمه إمام مبين اسمه كتاب كل ده فين هو اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مكتوف فيه مقادير الخلق والخلائق مكتوف فيه كل شيء في خلق الله المقادير اللي هي مقصود بها إيه إيه اللي هيحصل لنا في حياتنا مش بالتفاصيل يعني أنا من وجهة نظري هو أولا اللوح المحفوظ كتب وكتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة طبعا يمحو الله شاء ويثبت وعنده أم الكتاب كتب الله فيه كل المقادير كتب الله فيه كل شيء فما عند الله لا يمحى طب هل اللوح المحفوظ بيفتح بيفتح كل عام مرة طبعا في ليلة القدر عشان قال الله عز وجل ده الدليل بقى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بيكلم عن ليلة الأدر إنها ليلة مباركة إنها كنا منذرين فيها يعني في ليلة القدر يفرق يعني يفصل كل أمر حكيم العلماء قالوا يفصلوا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كل ما هو كائن من الآجان والأرزاق والخير والشر في هذا العام عشان كده العلماء يقولوا في ليلة الأدر اختر قدرك في هذه الليلة عشان كده بنقول إنه الأقدار قابلة للتغيير تمام بس أنهي أقدار المكتوبة عند الملائكة إنما اللي عند ربنا لا يمحى ولا يغير أبدا فما عند الله غير ما عند الملائكة ما عند الله في علم الله ما عند الملائكة محدش يعرف لا يطلع على ما في اللوح المحفوظ أحد يعني ما فيش حد دولس أبدا أبدا ربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك عالم الغيب والشهادة تمام وقال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله هنقول إزاي بعد الفاصل برحب حضراتكم مشاهدين معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف فضلت الشيخ يبقى لوح المحفوظ ما فيش أي حد اطلع عليه خالص أي نعم لأنه احنا بنقول ان اللوح المحفوظ خلق من خلق الله عز وجل خلقه الله تبارك وتعالى كتب فيه مقادير كل شيء لا نعلم كيفية حاج مؤدية الله أعلم احنا من اقدرش نقول عن الغيب كيف يعني احنا عايز حضرتك تحفظي هذه القاعدة في العقيدة الغيب لا يسأل عنه بكيف انا هارفها طبعا وفهمة كويس انه الواحد ساعات لما بيجي يسأل في بعض الحاجات كده بيبقى خايف مخدوط خصوصا في الحاجات دي لأنه في حاجات ما ينفعش نسأل ربنا سبحانه وتعالى عليها ما احنا نسأل عشان نتعاليش مشكلة يعني احنا اه نقول كيف اقولك لا كيف لا لكن هو موجود اه موجود طب عندك دليل اقولك دليلي طب هو فيه ايه فيه كذا طب عندك دليل اقول دليل انما الكيفية معرفش هم عايشين في البرزخ طب ازاي عايشين كيف ما نعرفش الله يبارك في عمرك لكن نعلم ان لهم حياة نعلم انه فيه لوح محفوظ لكن كيفيته هو من دهب هو من خشب هو من زمرد هو الكتروني هو ايا كان الله اعلم نؤمن بان هناك لوحا محفوظا عند الله عز وجل كتب فيه مقادير الخلائق ومقادير الخلق كيفيته لا نعلم هو من الغيب وانا كمؤمن من اهم اركان ايماني الايمان بالغيب قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب واركان الايمان بالغيب ستة واركان الاسلام واركان الاحسان اثنين اركان الايمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ستة وأركان الإسلام خمسة شهادة إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت وأركان الإحسان اثنين مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى ومقام المراقبة فإن لم تكن ترى في يرك فأأمن بأن الغيب لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون حتى الجن والملائكة تعلم الغيب إنما يوحي الله عز وجل بالغيب لمن شاء من المرسلين أو من الملائكة إنما علم الغيب لا يكون إلا لله تبارك وتعالى طيب هل ما في اللوح المحفوظ يمحى؟ لا ما فيش محو في اللوح المحفوظ واسمه محفوظ لأنه حفظه الله عز وجل من التغيير ومن التبديل فما فيه ثابت ليس فيه زيادة ولا نقصان ومحفوظ من أي تحريف طيب إيه الحكمة من كتابة الأقدار؟ يعني إيه الحكمة من كتابة أوجود؟ إقامة الحجة عليك يوم القيامة يعني إيه؟ عشان لما جاء أوب بين يدينا بين يدي الله عزل يحاسبني يا ربي في علم الله تبارك وتعالى والكتابة هل هي صفة إجبار ولا صفة إحاطة؟ لا أعوى مش فهمة طيب حرمي في ساعتك لما يجيني حد يقول لي إيه؟ يا شيخ رمضان أقول له نعم يقول له حاسبني ليه ربنا كاتب علي كل حاجة مش كده؟ كنت هقولك كده بس ما قدرتش لا أقولي هقولي ساعتك على حاجة أضرب لك مسأل حلو قوي ابني نجح فيه الامتحان أنا قاعد في مكتبي قافل علي لا يعلم بيه أحد فقلت إيه؟ هتدي له مبلغ من المال هدية تمام؟ جيت نطلع مبلغ من المال حطه قدامي على المكتب وبعدين قلت إيه؟ تب أنا لو اديت لإيه بني المبلغ ده هيعمل بي إيه؟ أي بالظبط تم يلا أتوقع ما هو ابني وانعجنه خبزه تمام؟ فقلت أنا هدي له المبلغ ده وأطلب منه أن يصرفه في يوم واحد وآخر اليوم يجي يقول لي هو عمل في إيه؟ وصفه إزاي؟ فأنا بدأ أكتب رقم واحد هيعمل كذا رقم اتنين كذا رقم تلاتة كذا أربعة كذا خمسة كذا ستة كذا سبعة كذا عشرة كذا وجيت مطبئ الورقة وحطتها في درج المكتب وقافل عليه وهو لا يعلم بها شيء تمام؟ تمام يا فندم؟ فتحت باب المكتب نديت عليه ألف مبروك يا ابني الله يبارك فيك يا أبي خد المبلغ ده هدية مني ديك روح يصرفه طوال هذا اليوم وآخر النهار على لي يقول لي عملت إيه؟ انطلق ابني يصرف المبلغ كما يشاء تمام؟ وانطلق طوال النهار آخر النهار رجع صرفت آه صرفت شكرا تمام؟ تعال أقول لي صرفت إيه؟ جيت مطلع الورقة قدامي على المكتب فأول حاجة عملها أول حاجة نكتبها من توقعي ليه؟ طبعا ألا يعلموا من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ونعم بالله تاني حاجة إلا نكتبها تالت حاجة إلا نكتبها ورابع حاجة غلطة عملها وانا كتبها أنه هيعملها تمام؟ يقول لي لا استان من تكاتب؟ هل هيقدر يقول لي كده؟ فهماني حضرتك؟ كتابتي التي كتبتها أنا هل أجبرت ابني على شيء؟ ما هو ما شاف هاش أساس؟ الله يكبر خطرك يبقى ما كتبته أنا مما سيفعله ابني هو صفة علم عندي أنا وليس صفة إجبار لابني ولله المثل الأعلى فما كتبه الله عز وجل في المقابير صفة إحاطة وعلم لله رب العالمين وليس صفة إجبار لنا جميعا خالص هو صفة علم عند الله تبارك وتعالى النقطة اللي بعد كده هل اطلعت أنت على ما كتبه الله؟ لا طبعا الله يكرمك يبقى لو اطلعت على ما كتبه ربنا قل أنت لم تطلع عليه خالص قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إنا هدي ناجدين إما شاكرا وإما كفورا وما كتب قبل المحو والتغيير لكن أنا عايزة أقول لما عليك معلومة في منتهى الأهمية الأقدار التي كتبت الأقدار خمسة خمس خمس أنواع خمس مراحل خمس محاور ثلاثة منهم يقبلون المحو والتغيير واثنين لأ تمام نقول أول قدر القدر الأزلي القدر الأزلي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ يعني الأزل الأزلي أي لازف الأزل في أقدم الأقدمين قبل أن أخلق وقبل أن أوجد وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض كتب الله عز وجل المقادير الخلق كتب مثلا مثلا رمضان ذكر واسمه كذا وزمان وجوده كذا ومكان وجوده كذا وأبوه أمه كذا ده في اللوح المحفوظ تمام اللي كتبه ده أنا أحاسب عليه لا يعني لما أبن إذن ربن يقول لك إزاي أنت توجد في في عام سبعين هل يلقى؟ هل ممكن؟ هل يحاسبني يا ربي أنت ولدت في إحدى محافظات السعيد؟ أكيد لا هذا ما كتب في اللوحة تمام؟ طب التفاصيل بقى أجلي عملي رزقي شقي ولا سعيد لسه ما كتبش مش في اللوحة تمام؟ ده كتب ولاحظت ما تقفية روح وأربع شهور في بطن أمي تمام في صحف الملائكة مش في صحف ربنا أمرهم الله أن يكتبوا عندهم تمام؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أم أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون ما تكتبه الملائكة يا هانم قابل للمحو والتغيير هو ده اللي بيتغير بالدعاء طبعا القدر الأول اسمه القدر الأيه؟ الأزل الأزل بقى كتب الله فيه السماوات وكتب الله فيه الأرض وكتب فيه النبات يا هانم عدد أوراق الأشجار مكتوبة في الأزل عدد رمال الصحراء مكتوبة عدد ما في بطون البحار مكتوب فما بالك حصروا ربنا حاجة اللي ما يعرفش يستعبها طبعا والقرآن قال زي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما في الايه؟ البر والبحر مش كده بس وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني عدد أوراق الأشجار على وجه الأرض محسوب عند الله ومعدود عند الله لا استنى ده الرطب والجاف لا انتظر دل على الشجرة واللي وقع يا الله يا الله ده أنت لو عندك شجرة واحدة مش جنينة لو عندك شجرة ما تقدرش تحصي أوراقها طبعا أوراقها طبعا طبعا يا الله يا الله إذا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقة إلا يعلمها خلي بالحضر دي ولا حبة في ظلمات الأرض حبة حبة الرملة ولا رطب ولا يابس الجافة يا خبر ربي كل شيء إلا في كتاب مبين أوراق الأشجار معدودة قطرات الأمطار معدودة سبحانه حبات الرمال معدودة عند رب العالمين في الأزل إنزل بقى الميثاقي يخص نحن كمكلفين من الإنس والجن القدر الميثاقي ربنا سبحانه وتعالى أرواحنا تخلقت من زمان من قبل خلق السماوات والأرض وموجودة عند ربنا الأرواح وجمعها ربنا أدامه في عالم اسمه عالم الذر أورد النبي ذلك في حديث الرواب التلمزي تعليقا على قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني ده الدليل اللي بقوله والكلام ده غايب ما ينفعش يتقال كده الدليل من القرآن والسنة طبعا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قبل ما نخلق بآلاف السنين روحي عند ربنا مخلوة وموجودة في عالم الزر بآلاف السنين لما آن الأوان أن تخلق في الكون أزن الله لها نكمل أنا مش عايز الحلقة تخلص أساسا طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأظهر الشريف فقرتنا فقرة جماعية البر والطقوة المصرية طبعا تخدتني في عالم مختلف تماما ولكن حديث بقية أكيد لسه الكلام كتير مخلص الصدقة وأعمال الخير وجبر خواطر الغير يعني رضا ربنا سبحانه وتعالى على العبد وإحنا بنقول إحنا عيشين ومشين في الأرض كده برضا ربنا سبحانه وتعالى وكرموا علينا إحنا بس إيه بنكتهد حبا صغيرين لكن لولا رضا ربنا وتيسيره لأمورنا إحنا مش هنعرف نخطي خطوة ده صحيح ربنا في القرآن الكريم ذكر لي ثلاث مشاهد عند حضور الموت المشهد الأول لما حضر الموت قال رب يرجعون لعلي أعملوا صالحا أدي واحدا المشهد التاني لما حضر الموت طلب التأخير عشان يعمل عمل واحد بس أن يتصدق في سبيل الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب يبقى طلب التأخير ليه فأصدق عشان أتصدق ليه لأنه عند سكرات الموت أرأى ثواب الصدقة فرأى عظم ثواب الصدقة وثقة لها في الميزان وإزاي أنها تبقى حجاب على رأس الإنسان يحميه من الشمس ويحميه من الحر ويحميه من النار وباب إلى الجنة ده من أعظم أبواب الصلاح فأصدق وأكون من الصالحين لو عايز تعرف أنت صالح ولا طالع شوف وقيس نفسك على ترمومتر الصدقة تتصدق تعمل إيه نعم يا فأصدق الله ينور عليك ما هو بيقول له إيه بيقول للشيخ من مقاييس الصلاح كترة جدا من مقاييس الصلاح حكتين الصدقة ودعائك لوالدك بعد الوفاة دول من مقاييس الصلاح عايز تعرف أنت صالح ولا طالح قال له آه قال له أبوك ومك الماتوا قال له بتدعي لهم حيلك إيه معا بالضبط قال له بتدعي لهم قال له آه قال له أنت من الصالحين قال له ليه قال له لإني سبنا النبي والحديث عند الإمام المسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ليس على سبيل الحصر في حاجة كترتين إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به لدين صالح يدور فاللي هينفعك هو ده ده من دلال من أدلة الصلاح إنك تدعي لولدك لأنه خلي بالحضرتك من مداخل الشيطان بعد موت الأب والأم إنه الشيطان يوسوس للإنسان كيف كان الأب والأم يفرقون في المعاملة أو يستحضر يذكروا ببعض الحاجات اللي ممكن تبعدوا السيئة اللي تنسيه تابع اعمل ايه اعمل منهج تأديب إبليس هو يفكرني بحاجة زي كده اللهم اغفر لهم ورحمهم اعمل وإحنا بنبقى فاهمين أيها طبعا هو بيقول لي كده عشان يديقني ويخنقني فما دعيش لابوي أنا بعمل بقى العكس فيعمل هو يقلل منهج حلو قوي يقول لي ما تتصدقش أتصدق بالضعف فأنا لما بعمل كده هو هيقلل من وسوسة لي لأنه بعمل الضعف ينيمك عن صلاة الفجر أمي قرأ صورة البقرة كاملة نمت عن صلاة الفجر خدت زنب قرأت صورة البقرة خدت 250 ألف حسن حيبقى يبعد بعد كده مش هيقرب مننا قارس هيطلع يجلي هو ليجي صحي يقول أمه خلص ده منهج فهي واسوس لك لا انت رجل من الصالحين أبوك وأمك ماتوا كل ما تدعي لهم أكتر كل ما ده يدل على صلاحك أكتر وكل ما أولادك هيدعو لك أكتر كمان صدقة جارية لأنه ده من علامات الصلاح نروح نشوف تقرير خاص بجماعية البر ونرجع لحضراتكم مرة تانية من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا وأنه فتح لنا أبواب كتير قوي يعني ميسرها لكل حد الغني والفقير اللي معاي واللي ما معوش يعني حتى الناس اللي محتاجين وعمري في حياتي ما هنسى المكالمة اللي جات في حلقة من الحلقات وواحدة كانت بتسأل هي عايشة على الصدقة يعني بتستنى حد يتصدق عليها عشان تعرف تأكل ولدها وتأكل وتشرب فبتسأل الصدقة اللي جات لها هينفع تطلع منها صدقة ولا لأ فقد إيه الجمال والحرص الشديد جدا على رضا ربنا سبحانه وتعالى الواحد يخجل من نفسه طبعا هم أسيادنا الفقراء على رأسنا وده حقهم حقهم في أموالنا وده رزقهم محدش بيمتن عليهم طبعا خالص لأنه فاك الجملة اللي دايما نقولها وحلوة أوي محدش عارف رزق مين عند مين ومش لدي الفلوس اللي في جيبك دي كلها تكون رزقك ده فيها فلوس وفيها أموال رزق حد من أسيادنا الفقراء فأنت لما هتوصلوا رزقهم ومش هينقص من رزقك لا ده هيزيد لأنه نحن دايما نقول كده الجنيه اللي بتطلعه لله عز وجل يروح ويرجع عشر ده ممكن يرجع سبعمية ده ممكن يرجع أضعاف مضاعفة صحيح ده بيروح ويرجع هذا الجنيه اللي بتطلعه لله بيرجع معاه الساتر ويرجع معاه البركة ويرجع معاه الصحة والعافية ويرجع معاه الصيانة ويرجع معاه أنه ربنا سبحانه وتعالى ينجيك ينجيك أنت أولادك من ميتة السوق ينجيك أنت أولادك من غضبه ينجيك أنت أولادك من النصابين والمستريحين ويحفظ مالك ده بيرجع معاه الساتر والنصر في الدنيا والنجاه من النار والجنة يوم الإيهام مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة من أعظم المصارف للصدقات والصدقات الجارية المساجد ودايما المساجد في جمعية البر والتقوى ملف عظيم جدا وحاضر دايما وعندهم خبرة وكفاءة فيه قوية جدا جدا بيعملوا أحسن ما يكون وأفضل ما يكون في حدود ما آتاهم الله عز وجل أنت الولد اللي بيدعي داخل المسجد بيتالي اللي ساهم وشارك في المسجد ياخد أجره وسواب على الدوع اللي هو بيدعيه يا فرحته يا فرحت كل من ساهم يا فرحت كل من دعم يا فرحت كل من تصدق لأنه ده بيت ربنا فأنا مش هدخل فيه جنيه إلا بإذن ربنا صحيح في بيوت أذن الله أن ترفع ده بإذنه ده بيستفيك ربنا ده بيختارك ربنا ده دليل على أن ربنا قبلك لأنه أنت بتبني بيتك أنت حر أنت هتروح تطعب حد ماشي إنما الحد بيت ربنا وموضوع مختلف طبعا من أعظم الصدقات الجارية المساهمة في بيت الله عز وجل ده ساتر والناصر وأعظم استثمار أجور شغالة نهر حسنات يومي مش كده وبس باب من أبواب الجنة ليس هذا فقط أصل من أصور الجنة مهما كانت صدقتك قليلة في المسجد سبحان الله هم كمان مش بس مسجد ده كمان فيه تحفيز قرآن كريم وفيه دروس وفيه اهتمام بالأطفال وبالجيل اللي طال عنهم يفهموا ودنهم صح ويتعلموا ويعرفوا يقروا القرآن الكريم بشكل سليم لأنه المساجد في دينا منارة المساجد في دينا طاقة نور لكل منحولها صحيح طيب نروح نشوف تقرير تاني خاص بجامعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية واحد بيتبسط جدا لما بيلاقي كل مرة عدد الأسماء اللي موجودة بتزيد وفيه اللي كاتب اسمه وفيه اللي كاتب اسمه وفيه اللي عايشينه وفيه اللي متوفين وفيه اللي كاتب فاعل خير ربنا في القرآن قال وتعاونوا على البر والتقوى من أعظم أصول دينا التعاون ومن أعظم ما تعلمناه استثمار الصدقة يعني جمعية البر والتقوى تجمع الصدقات مهما كانت قليلة فتقدر تعمل عمل عملاق زي ما احنا شايفين محطة تحلية ضخمة تخدم قرية بأكملها والكل مأجور والكل له ثواب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر يعني إنسان شرب انتلك أجر غير إنسان شرب انتلك أجر حتى النملة التي لا نراها يراها الله رب العالمين ولك مثل أجرها استثمار صدقة عظيم جدا ملف المياه كبير في جمعية البر والتقوى مع دراسة الأماكن مع دراسة كل فترة صغيرة هتلاقي فيه الجديد كل فترة صغيرة هتلاقي فيه تطور عندهم طبعا تلاقي محطات بالطاقة الشمسية ومحطات مدروسة كويسة جدا جدا مع صيانة ومتابعة العمل فيما بعده يعني مش بتعمل العمل وخلاص لا ده فيه متابعة وصيانة مستمرة طول الوقت أمين يا رب أمين يا رب نورتين يا فضل الشيخ بشكر حضرتك بشكر حضرتكم مشاهدينا براوشتو كاليا عمر وأشوف حضرتكم بكرة على خير إن شاء الله سلام عليكم شكرا